ايه بقى اللي ممكن انت يعني وانت قاعد كده انت بتقول لي بقى لك فترة طميم ماشي طميم وانا مش عارف انت يعني لما دخلت نادي بولاق الدكرور دخلت عضو ثم نائب ثم رئيس طميم تدركت اه انما في التحال الكرة انت خدت القراءة يعني اليوم لما شطحت انا مش عارف يعني مش عايز طميم فروحت الرئاسة في التحال الكرة على تمام رأيك طميم اولا ليه سنين ايه البرنامج الانتخابي بتاعك طميم كابتن اسلام هو جر العرف لأي مرشح علشان يحرجوه او يتبين حتى عقليته او مستوى تفكيره يقول له برنامج الانتخاب ولكن قد يكون البرنامج مكتوب حتى بمساعدة الاخرين ولكن علشان اقرب لك شوية من محمد ابراهيم انا بعمل برنامج انتخابية لمرشحين شعب سابق او اه لمرشحين فعلا مجل الشعب او يعني ده يعني الى حد ما انا اشتغلت في الصحافة والله اشتغلت فين في الصحافة اشتغلت في الصحافة انا كنت نائب رئيس مجلس ادارة جريدت اليوم اه دي فين دي رئيس مجلس ادارتها والسيد عبدالله تمام على الفكرة دي دار نشر يعني مؤسسة قومية اه 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 اشتغلت فيها فترة سيد عبدالله كمال سيد عبدالله تمامي فانا تمام اه معاه جريدت اليوم ومعاه اخبار اصيط تمام انما جريدت اليوم دي مرخصة ورسمية قومية اه اه دار نشر دي دار نشر تبع ايه لا تبع ايه دي انا يعني انا سبتها من حوالي خمسين انت بتقولي قومية اه طيب ماشي كمل شغلت صحافة يعني اه اه بش عمل ايدي لي اه ما استغلتش مهني اه بشغلتش صحفي اه بشغلتش صحفي شغلت في المؤسس صحفي انا تخصص اه او اه انا تخرج لغة عربية خليج لغة عربية اه فالى حد ما يعني قربي باللغة العربية وخلاني حتة نرجع على فكرة كان السؤال على البرنامج الانتخابي فحتة البرنامج الانتخابي انا بقولك اسف يعني ما احترامل الكل انا بعمل برامج انتخابية للغير ولكن لما اجعمل برنامج الانتخابي لازم مقرب لارض الواقع يعني اقول المكان دات او الكلاديد ايه اللي نقيصها كبنية تحتية ايه اللي نقيصها كخدمات하 ايه نقيصها مدارسdertاري اسم pon avecَرأي الشباب اذا كان من هنا بنعمل البرنامج الانتخابي لكن لما اجيه اعمل برنامج انتخابي الاتحاد الكور هو ايه المنط dig اه اتياه الكمور هم حاجتين ان انا نظم مسابقات رسمية بالشكل اللي يليق بمصر وان انا اشرف على المنتخبات بالشكل برضو اللي يليق بمصر وخليها في حجمها الطبيعي اللي احنا كلنا بنطمح بس كده هي دي مشاكل كرة المصفين لا ما هو يا فندم كل المشاكل بتنبسق من الجانبين دول او من العنصرين دول وبعد كده حتت بقى ممكن نعمل ايه ده ما يستجد من موضوعه بس محمد يعني حضرتك بتقولي ان المشاكل محصورة في المسابقات والمنتخبات ما انا قلتك وقلت الحقيقة ما ينبسق للموضوعين دول ما ينبسق ما هو برضو ادارة المسابقات منها لجنة الحكاية طب والتسويق والرعاية والبس الفضاء برضو ده برضو انا قلت الحقيقة كل اللي ممكن نتكلم فيه من بنوت كل ده هو التابع لإيه لادارة المسابقات فيما يخص المنتخبات ايا كان بقى منتخب سن كذا ولا منتخب سن كذا ولا الفريق الاول كل دوت برضو البندل اللي هو ادارة المنتخب المحيطة ان انا اصنع لاعب او اعمل محمد صلاح مع كامل الاحترام والتقديم دي مش شغلة منتخبات هو انت بالمناسبة بمناسبة محمد صلاح يعني لو قدر ليك كده ان شاء الله وانجحت هو انت يعني انت شايفت نفسك ممكن تنجح بنسبة ادي الاول والله انا سي خاتف ربنا كبيرة دي اولا وحتى على الاقل خالص تجربة مفيدة من كل الجوانب يعني انت مش لا انا ما قلتش انا انا بقول ثقات في ربنا كبيرة دي معناها ايه دي معناها ايه دي معناها ايه ان انا نسبة نجاحي 60% 60% اما يعني ان شاء الله يعني وجمال علامه قيمته بحكلة مع كامل احترامه التقدير مع كامل احترامه التقدير ربنا عنده كتير وانتاني حاجة انا يعني انا بخاطب 128 نادي ليهم حق التصويت فيما يختارونه استأذنتهم استأذنتهم هو يعني انا لثه ولا بلوفاء ام بالدور لا برضهم ما تتعرضش يعني سيد محمد ابو الوفاء دراج المحترم ما تتعرضش لحتة هو خلي بالك هو صديقي هو ماله حد محترم وشرف للسعيد كله طبعا ما نقدرش ننكر دوره يعني في السعيد ولكن حتة استئزان هو الاستئزان قبل ولا بعد قبل يعني انا هستأذن الجمعية العمومية ان انا هدخل الانتخابات لا انا ادخل الانتخابات الاول وبعد كده اعرض على الجمعية العمومية نفسي وقايمتي وفكرنا 128 صوت في الانتخابات اللي جاية تاخد منهم قد ايه ااخد منهم قد ايه انا يعني هسيب للقايمة اللامعة هسيب لهم الاندية الصفوة والاندية اللامعة ولو اني برضو مش هفرط فيهم برضو انا يعني مش عارف ان انا اروح ازور يعني اعمل تواصل ولا فترة العشر تيام دول هيحرموني ان انا الفة عن 128 فحاجة من الاتنين يا الفة عن 128 كاملين يا مروحش لحد خلص ويتم التواصل عبر الهاتف بقدر المستطاع ترجمة نانسي قنقر